الشقين الشقين بقى بتوع الاقتقية دي فيها شقين شق هي انكار الله ان الانسان ينكر الله وقلبه وشق تاني انه هو يعني يظهر لغير المؤسلمين او غير المعاهي في نفس المذهب لانه هو ممكن يكون شيعي وصني يكون اسنى عشرية او حاجات زي كده ويبقوا برضو ما بينهم تقية يظهر للاخر اللي هو مش من مذهبه ان هو بيحبه وفي باطنه ويكرهه وعايز اقول حاجة ان احنا ما هندخل في موضوع التقية ده هتلاقي ان ده ترخيص بان الانسان يكون ليه وجهين يبقى عنده رياء او عنده وجهين في التعامل مع الناس بيبقى غير ما يظهر يعني انسان غير موصوق فيه البت اول شق من في موضوع التقية هو شق انكار ايماني بالله كيف يعني؟ ازاي انا انكر ايماني بالله وقلبي مطمئن يعني انا لو انا انكرت الناس انكرت الله زي ما حديك قلت فيه الاية اللي ذكرتها من ينكرني امام الناس انكره امام ابي نعم تمام المسيح قال كده فاحنا بالتالي ما نقدرش ننكر يعني مثلا حتى لو السكين على رقبتك يعني والدليل موجود احنا عندنا من بتوع ليبيا حتى احنا كنا زمان مثلا ما بنسمع سير القديسين والناس اللي هم عرفوا المسيح ومشوا وراء المسيح واتقتلوا وماتوا من اجل المسيح كنا فيه ناس كتير كانوا يقولوا ده دي مش مصدقين دي خزعبلات ده القصص لا يمكن الواحد يصدقها القصص بتتعاد دلوقتي يعني بكل بساطة اهي بتتعاد نفس التاريخ بيعيد نفسه ناس بتحب المسيح وبتمشي وراءه والناس تانيين بيقتلوهم بسبب ايمانهم بتقولوا ليبيا في العراق في سوريا ولسه قتلين لسه قتلين 11 واحد مرسل برضو فلسه من الاسبوع اللي فات فبالتالي موضوع الدبح من اجل المسيح انا ما قدرش انكر المسيح ولو على الابت السكين اشتركوا في القناة